بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس التربية الدينية واتفاع النفس للتربية الفكرية الصف الأول تأهيلي الفصل الدراسي الثالث درسينا هذا اليوم هو رمي الكرة إلى مقابل واستلامها منه في حراك معكم أستاذ بدل ناصر الفهد كما نبدأ في درسنا يا طال نستعرض مع بعض أهم المطلبات ومارس النشاط البدلي بشكل صحيح أول هذه المطلبات الراحة الكافية بعد أداء النشاط البدني يحتاج الجسم إلى أقص كاف من الراحة وتكم في النوم ليلا من 6 ساعات إلى 8 ساعات أيضا يا أبطال التغذية السليمة الغذاء مهم جدا لماذا؟ لأن الغذاء هو الذي يمد الجسم بالطاقة لابد من تناوك حتى أثنى ثلاث وجبات الإخطار والغذاء والهشاء أيضا يا أبطال ارتداء الزيال الجياضي المناسب والحذاء المناسب عند تأدية النشاط البدني أحتاج إلى ارتداء الزيال الرياضي الذي يناسب هذا النشاط البدني حيث يختلف الزيال الرياضي من رياضة إلى أخرى الزيال الرياضي لكرة القدم يختلف عن الزيال الرياضي لكرة السلة وكرة اليد أيضا يا أبطال لابد من توفر المكان المناسب والآمن لكي أحقق أهداف من هذا النشاط البدني لابد أن يكون المكان مناسب لداء النشاط البدني وآمن تتوفر فيه عوام الأمن والسلامة هل ممكن نعمل سباق الدراجات داخل الفصل الدراسي؟ خير مناسب وغير آمن أيضا عند ارتداء الدراجة لابد من على الدراج ماذا؟ ارتداء الزيال الرياضي الخاص بالدراجات وكذلك ارتداء الخوذة واقي المرفقين واقي للرقبتين أيضا يا أبطال الأحماء المناسب ما هو الأحماء؟ هو تهيئة الجسم لأداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التبنات السهلة البسيطة كذلك شرب الماء باستمرار قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا؟ لتعويض السوائل المفقودة عند تهديث النشاط البدني يقوم الجسم بغراج السوائل عن طريق عملية التعرق أحتاج إلى تعويض عن طريق شرب الماء باستمرار إحماية الجسم من الجفاف الآن يا أبطال أنا في المكان المناسب وكلنا مع بعض قمنا بارتداء الزيال الرياضي المناسب نبدأ مع بعض بالإحماء المناسب الآن مع التمريل الأول يا أبطال ماشي في المكان التمريل يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربعة حسنت اثنين ثلاث أربعة ومتاز اثنين ثلاث أربعة حسنت اثنين ثلاث أربعة آخر مرة جماعة قف الثانية 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 في الوسط الثانية الجدال يمين في أربعة الدات والشمال في أربعة حتى الثانية نستعد يبتدي يمين ثلاثة أربعة شمال ثلاثة أربعة حسنت ثلاثة أربعة حسنت ثلاثة أربعة آخر مرة جماعة الثانية الثالثة الثانية الثالثة هي أبطال الثانية نجلب الرفع دوران الزراع من الخلف إلى الأمام تنبال استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة مأتاز اثنين ثلاث اربعة سنت خلفي ثلاث اربعة اخر مرة جمع أن organizing 3 التمرين الرابع يا بتال مماثلة التمرين الثلاث و لكن باختلاف تجاه الدوران عن الجرب الر prol تم استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة متم 것 اثنين ثلاث اربعة أحسنت 2, 3, 4 آخر مرة جمع قف نقض نفس مع بعض مرة ثانية أبطاء أحسنتم الآن وصلنا إلى نهاية الإحماع الجسم صار جاهز إلى أداء النشاط البدلي نستعرض مع بعض الدرس رمي الكرة إلى مقابل واستلامها في حراك الآن سوف أتعلم كيف عملية الرمي وكيف عملية الاستلام نلاحظ في هذه الصورة توضحنا رقم 1, 2, 3 طريقة الرمي الصحيح وهناك هدد إما الرمي من فوق الرأس أو من أسفل ما هو الرمي؟ يعتبر الرمي من حركات المناولة التي تستخدم فيه كثير من الألعاب قد يكون هدف من الرمي وهو الدقة في التوجيه لنقطة معينة مثال على ذلك في ماذا؟ أحسنتم عندما قم برمي الكرة إذا أسقط الصولدنات في ماذا؟ في البولينغ وقد يكون هدف منه هو الرمي لأبعد مسافة عندما قم مثلا برمي التماس في كرة القدم أو قد يكون هدف هو الرمي بسرعة لأبعد مسافة وهو عندما قم برمي الجلة في ألعاب القوة ويتم الرمي بيد واحدة أو بكلتا ليدين ويرتبط ذلك بحجم الكرة التي يتم رميها وشكلها ووزنها أولا من وضع القوف أماما أحد القدمين متقدمة عن الأخرى قليلاً وذراعة ممتدة عالياً واليدين ممسكتان بالكرة تحريك الذراع ممسكتان بالكرة الخلف قليلاً تمهيناً لتمريرها تحريك الذراع واليدين ممسكتان بالقدم قوة بسرعة لتدفع الكرة إلى ماذا؟ إلى الأمام تحريك الذراع الكرة النهاية يدقى حركته أمام مع متابعة لحركة الكرة الأمام وتحريك القدمة الخلفية إلى الأمام نلاحظ الآن هذا أن أستاذ يقوم بعملية رمي من أعلى ذراع ممسكتان تقديم أحد القدمين ثني جد الأمام متابع لحركة الكرة نقوم هذا البطل برمي الكرة ثم نلاحظ حركة اليدين والإبهام والجسم مع بعض نلاحظ هذا الآن ببطل شديد رمي من أعلى إلى أسفل في هذا الفيديو سوف نستعرض مع بعض ماذا؟ نتعلم الطيقة صحيحة لرمي واستلامها من زميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب وطالبات أهلا وسهلا بكم نتعلم أشيئة الله تعالى عن تمرير الكرة باليدين أسفل للأمام وللجانب وللأعلى تعتبر مهارة التمرير من أهم المهارات في كرة اليد ومعرفة جميع أنواع التمرات بكرة اليد حتى تصل لمستوى عالي في أداة اللعبة وتمرير الكرة باليدين من أسفل للأمام وللجانب وللأعلى من التمرات القصيرة التي تتم بين زميلين متقاربين نتعلم الآن خطوات أداة المهارة أولاً نمسك الكرة باليدين في مستوى الحوض أو أسفل الحوض منه قليلاً هذا هو مستوى الحوض نمسك الكرة هنا أو أسفل قليلاً وثني الجذع قليلاً إلى الأمام ثانياً نرجح الذراعين إلى الخلف ثم إلى أماماً لنعطي قوة لدفع الكرة أثناء التمرير ثالثاً نمر الكرة بمجرد تخطي اليد مستوى الجسم رابعاً نضع قدم الارتكاز أماماً عند تمرير الكرة هذه قدم الارتكاز نضع عليها أماماً وننقل ثق الجسم في اتجاه التمرير هياً نحاول تطبيق هذه المهارة معاً موسيقى والآن مع تطبيق المهارة أولاً مع تطبيق المهارة للأسفل والأمام جاهزين؟ تفضل ممتاز ممتاز لديم مع بعض أحسنت ثانياً مع تطبيق تمرير من الأسفل والأعلى جاهزين؟ جاهزين تفضل ممتاز أعلى زيادة ممتاز درعي مادة بحكل كامل ممتازين بعد واحدة أعلى فوق ممتازين؟ ممتازين أعلى وأخيرة أحسنت ثالثاً مع تطبيق المهارة من الأسفل والجانب تفضل ممتازين؟ أحسنت ممتازين؟ ممتازين؟ سيكون قد انتهينا من تعلم أداء مهارة تمرير الكرة باليدي من أسفل للأمام و للجانب و للأعلى دمتم بصحة و نشاط لاحظنا أن قال الفيديو السابق تمرير الكرة إلى زميل من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل لا ننسى أن تأديث هذه المهارة قد من ماذا؟ المكان المناسب؟ و الزير رياضي المناسب؟ نأتي سؤالنا لهذا اليوم وهو يعتبر رمي الكرة من حركات المناولة التي تستخدم في كثير من الألعاب هل هذا صح أو الخطأ؟ إجابة؟ صح أحسنتم إلى هنا يا عبطال وصلنا إلى نهاية الدرسة لهذا اليوم لا ننسى أن تألية رمي الكرة و استلاحه الزميل يختلف تختلف هذه بيختلف حجم الكرة بغسط حيثة طائرة من الكرة بكلتا ليدين أو بيدين واحدة وذلك لابد من مكان المناسب وارتداء الزيار الرياضي المناسب إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرسة لهذا اليوم أشكركم ونحسن استماعكم كما معكم الأستاذ بدر ناصر الفيد موسيقى